انهار أكبر بنك في سويسرا العام الماضي وانتهت فكرة السرية المصرفية لذا فإن الأمان ليس موجود حقا كما هو الحال لم يعد الأمر يدعو إلى الأمان بعد الآن بالطبع سويسرا لديها بنوكا ومواهب وعروضا رائعة إنها تمتلك مئة عام من الخبرة أليس كذلك؟ ولكن الآن هناك ضجيج إنما حدث مع تجميد الأصول الروسية كان له أيضا تداعيات كبيرة على طريقة تفكير الناس لأن الأمر لا يتعلق ب هل كان تجميد تلك الأصول قرارا جيدا أم سيئا؟ إن الأمر يتعلق ب... حسنا إنه يشكل سابقة إذا لم أكن مقيما في تلك البلدان وأنا قادم من بلد يوجد معه خلافات فهل أصول آمنة؟ ينضم إلي في الأريكا روجر روحانة روجر هو الرئيس التمتيدي لشركة ألبيا هل اشتري نوعين من البنوك؟ هناك من يقول نعم هذا هو الطريق إلى الأمام وسنذهب إلى البنية المصرفية المفتوحة Open Architecture وسنعمل على تحسين قدراتنا في إدارة الأصول لأنه في نهاية المطاف يمكننا تحسين أصولنا أم أن هناك آخرين يقولون لا سنستمر في الترويج لما ننتجه ونعم سنعطي أهمية أكبر قليلا لرجال إدارة الثروات من خلال منحهم تطبيقا وعددا إضافيا من المستشارين هل كان هذا سؤالا غبيا؟ إذا كان بإمكانك الإجابة على هذا السؤال بصدق ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه من حيث جذب البنوك إلى فلسفتك ومنصتك وتحويلهم إلى عملاء؟ اشتركوا في القناة